الحمد لله الرحمن الرحيم وصلى الله وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نسعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام حلاما لا نبي بعده أما بعد فهذه سحادات المريدين في أمداي خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين وهي لحبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولى دونها في مسكنه توبا عرسها الله تعالى بجاه الممدوه صلى الله تعالى عليه وسلم عام أحد حشر وصلاة مئة وعالف من حجرة من لم يسكن المدون في مسكنه توبا في مسكنه ذلك إلا لحباد الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه ترجمة نانسي قنقر والنور جرارة يلو مجسم يعدى بان في الجلوس بلا علم ولا عمل والنفس خرارة ما زال للخير يعد وياسبهم ولسعادة دابا وهو خرار يلوم في خير تعرفون جيدا أن هذا المجمع المبارك تم افتتاحه رسميا منذ أربعين يوم تقريبا بحضرة مولانا الشيخ محمد المنطقة والعمل فيه ساري كما يقال بجميع مراحله وجميع أقسابه المختلفة تعليم القرآن للبنين والبنات تعليم المحضري كذلك نفس الشيخ وجامع أيضا على كلياتها المختلفة كما سيتضح إن شاء الله تعالى قريبا وإن شاء الله تعالى سوف يفتتح الجلسة تفتتح هذه الجلسة المباركة بآيات من القرآن الحكيم يقرأها أحد الطلبة كما كذلك أيضا وبعض البنات أيضا إن شاء الله تعالى وتلاوت أو إن شاء بعض من قسائد الشيخ الخديم كله ترحيبا بكم بفخامتكم وبزعامتكم كما خالى الشيخنا الشيخ المنتقى وبفضلتكم إن شاء الله تعالى وبقية البرنامج بإذن الله تعالى سوف أحيله إلى جماعة هنا اللجنة المستضيفة وكله بأمر وبتوجيهات من الشيخنا الشيخ أحمد البدوي والذي تلقى تعليمات عالية من الشيخ مهود المنتقى باستقبالكم في هذا المكان على نحو على النحو الذي يناسب مقامكم وشكرا وحيلوا الميكروفون إن شاء الله تعالى إلى قال أن الطالب الذي إن شاء الله سوف يقرأ الآن على مسامعكم بعض من آيات الحكيم اسمه محمد المصطفى وهو حفيد للشيخ الخديم حفيد الشيخ مهود الفاضل الشيخ مهود الفاضل هو الخليفة الثانية للشيخ أحمد البنبو وأنت أدرى به منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وعلم آدم لسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة سقال أنبئوني سقال أنبئوني بأسمائها أولا أنبئوني بأسمائها أولا وإن كنتم صادقين قالوا سبحانة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الشكيم قال يا آله أنبئهم بأسمائهم قال يا آله أنبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم قال ألم قل لكم قال ألم قل لكم إن يا أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم ربي بما يسراه أزان خار فجاء في جاه أبد اللي من للاي غار لجاء قال ألم قل لكم لا أعلم المترجم للقناة 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 المترجم لك الشيخ أحمد البدوي ابن الشيخ محمد الله الخديم الذي كلفه صاحب السماحة الخليفة الشيخ المهوم المنطقى برئاسة هذا المجمع هذا الصرح العلمي وكلمتي ستكون موجزة حول تقديم هذا الصرح العلمي الذي أسسه الشيخ محمد المنطقة تنفيزاً لرغبة الشيخ الخديم رضي الله تعالى عنه فالشيخ حينما أسس هذه المدينة في سنة 1888 كان ينوي أن يكون أو أن تكون مدينة علم وجعله دعباً مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم هذا من دعواته وابتهالته وهي كصيرة في قصيدته التي سماها بمطلب الفوزين وهي قصيدة معروفة ومشهورة وكان من رغبته ونيته بناء مدرسة جامعية في هذه المدينة وقد عرف هذه الرغبة كل من كان من أقربائه ومن المقربين إليه وقد دون ذلك العلامة الشيخ باكي بوسفي رسالة مشهورة والشيخ بنفسه يقول بالمصطفى ليبن القدوس مدرسة بها يزول الأزاء والجهل والكبد إذن هذه الصرح أو هذه المؤسسة العلمية بمثابة منهاج دراسي يعكس رؤية الشيخ الخديم التربوية هذه الرؤية القائمة على العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي هذه الصلاسية التي يكررها كثيرا في كتاباته ولذلك المنهج المبني لهذه المؤسسة يتكون من مهد قرآني مهد كبير لتحفيظ القرآن الكريم لأن القرآن أساس جميع المعارف الإسلامية وهناك الشيخ محمد الفاضل بكي وهو إمام التراويح في المسجد الجامع وهو مدير هذا المهد وهناك مجالس تعليمية ما نسميه بالمجالس تعليمي وهي معروفة عندكم بالمحضرة محضرة علمية كبيرة لأن هذه المنهجية منهجية التعليم المحضرة من تراثنا نحن فعلماءنا تخرجوا في هذه المدارس ولذلك توجد داخل المجمع محضرة كبيرة ومديرها الشيخ شرين بكي عبد الرحمن وهناك مدير الدراسات المفتش الحاج فاضل سك وهناك المراقب العام الشيخ المحاضر الشيخ أحمد بكي من دار المعت إلى جانب المعهد القرآن الكريم والمحضرة العلمية هناك جامعة جامعة الشيخ الخديم وتدم ثلاث كليات وعدد من المعاهد الجامعية والكلية التي افتتحت في هذه السنة كلية الدراسات الإسلامية واللغة العربية وهناك كلية في العلوم الزراعية وهناك كلية حول التكنولوجيا والحرف وهناك معاهد ثلاثة معهد للعلم والحرف الطبية وقد افتتح في هذه السنة في هذا الشهر بزاد فرعو تكوين حول التمريض والقبالة وهي موجود وهناك معهد للغات والتباع وعلم التباع وهناك معهد للدراسات الصوفية والمريدية إذن بكل إيجاز هذه هي مكونات هذه المؤسسة وهناك مركز للتكوين المهني أيضا وهناك أيضا مكتبات عامة ثلاث مكتبات مكتب عامة مكتب جامعي كبيرة وهناك مكتب مخصصة لمؤلفات الشيخ القديم وكتاباته كالخسدي وهناك مكتب في طور الإنشاء مخصص للقرآن الكريم وما يتعلق بالتراثنا حول القرآن الكريم وإذن بكل إيجاز هذا هو شيخنا هذا الصرح العلمي الذي أقامه وكان الشيخ لما وصل إلى الخلافة اعتبر أن التربية هي أولويته الأولى ولذلك قام بهذا المشروع وعهد إدارة المشروع والإشراف عليه إلى شيخنا الشيخ أحمد البذوي الذي يرحب بكم ويعرف كثيرا هذه العلاقات الروحية والثقافية التي تربط طوبى بأهل شيخ سيديا رضوان الله تعالى عليه ونرحب بكم من جديد في بيتكم في منزلكم لا يمكن لا نريد أن نطول في الحديث هولى هذه العلاقات التاريخية بين طوبى وأرض الصالحين شيخنا أحمد الخديم كان يسمي موريتانيا بأرصالحين ونحن جميعا نعرف ذلك ونشكركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب هذه السيارة في ميزان حسناتنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نحل الكلمة بإذن الله تعالى إلى فضلة الشيخ سيد محمد الفخامة والشيخ سيديا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم لأني أقدر أن أرحب في هذه المدينة المباركة لما تربطني بها من علاقات دينية روحية لها جذور ولها أصول وهي رابطة آل الشيخ السيدية مع آل الشيخ الخديم اليوم وجئنا لهذه المؤسسة العلمية ووجدنا فيها أساتيتها الكرام الشيخ أحمد البدوي بن الشيخ فاضل بن الشيخ الخديم كذلك وجدنا كبيرة قسم الحفظ الشيخ محمد فاضل مبكة ووجدنا السيد أحمد مبكة ووجدنا السيد محمد فاضل السك والدكتور الشام بصو عبد الرحمن والأستاذ نفيس بصو هذه الجماعة وجدناها وجدناها ولله الحمد أهل علم وقرآن ومعنا مرافقنا منذ جئنا السيد القاضي المرتضى بصو وهو سفير بيننا وبينكم وهو أهل لذلك أيضا فجزاكم الله تعالى خيرا على هذا العمل النبيل وجزى الله تعالى الشيخ الخليفة الشيخ المنتقى ابن الشيخ الخديم من بكة على هذا المشروع الكبير الذي يحتاج له المسلمون هذا الذي أخبرتموني عن هذه المؤسسة وأنا قد رأيت بناءها بعيني وإن شاء الله تعالى سيدخلها هذا الذي نظرت صرح كبير فيه إن شاء الله تعالى خير كثير في الدارين فالعلم بدءا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف المرضيين وخصوصا المذاهب الأربعة الذين تعتمد عليهم الأمة وعلى رأسهم مذهب الإمام مالك الذي نعتني به والذي هو قدوتنا وهو في أصل الحقيقة ليس بمذهب مالك إنما هي السنة لكن هناك رجال يبلغون مراحل تسمى عليهم الأمور كقراءة نافع وقراءة عاصم وكذا هي في الحقيقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الرجال يبلغون مراحل تسمى عليهم الأمور تفضلا من الله عز وجل عليهم ورفعا لاسمهم هذا كله بفضل الله عز وجل ثم ببركة هذا السلف الصالح الذي سعى لله عز وجل وخدمه ليل نهار والله عز وجل لا يضع وجر من أحسن عملا دمتم كما كنتم وأعيد أن الله يجازي هذا الخليفة خيرا على هذه الأعمال التي يقوم بها وشكرا لكبير المجمع وشكرا للمحفظين فيه وشكرا لأساتذة الشريعة فيه وشكرا مرة أخرى للسيد القاضي بوسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف يسلمكم هذه الهدايا مجبورة ومما ألف فيه أيضا شكرا للمشاهدة وهذا كتاب من حكم الشيخ الخديم أحمد بن بن بك جمعنا فيه أيضا عددا كثيرا من حكمه في مجالات متنوعة وموضوعات مختلفة هذا الكتاب من نفس السلسلة من وسايا الشيخ الخديم أحمد بن بن بك جمعنا فيه وشاياه التي كان يقدمها إلى أتباع مريده وإلى المسلمين وهذا كتاب حول سلة الرحم في فكر الشيخ أحمد القديم وهي من الدراسات التي تقوم بها الدائرة في كل سنة بمناسبة المكان أن يقدم هذه على من تالي في أخيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي حبيب بن المامي تاشر بيتيو مريد الشيخ الفخامة أشكركم أشكر الشيخ الخديثة على هذا الإكرام يلذي كنا قد حظينا به ماذا وصلنا هنا إكرام معنوي وإكرام إحسان جميع الإكرام جزاكم الله خيرا ونهنئكم نهنئ أهل الطباء على هذه المجمع العلمي هذا الصرح العلمي الذي لا يوجد حسب العلمي في أي مكان من العالم لأن هذه نقلة نوعية لأهل الطباء من طرف بسبب الشريف الشيخ أسري منتقى جزاكم الله خيرا على الإسلام وعين المسلمين جزاكم الله خيرا على الإسلام وعين المسلمين ولأن هذا الزمن يصعب فيه اتخاذ هذا النوع من المشاريع لا 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 يتخذه إلى الموفقون الذين ينضرون إلى الدار الآخرة لأن هذا مال كثير ويتطالب كثير من جهود كذلك أهنئهم بقدوم شيخنا عليهم لأنه فخر كبير ما كان حله حلت في البركات وحله الخير وحله الخير لأنه كما تعلمون أنتم تعرفون السيرة تقول أنه الشيخ سيد محمد من الشيخ عبد الرحمن الخليفة الخليفة العام للشيخ سيدية لأنه ابن محمد الشيخ محمد سيد المختار ابن الشيخ سيدية وهو شخصية نادرة نوعي في العالم الآن وهي موريتانيا خاصة لأنه ما شاء الله جمع الله له العلم الظاهر والباطن وهو شيخ تربية له تلاميذ كهير تربية بعضهم بعضهم تصدر وبعضهم ما زال في الخدمة ولهو محضرة واسعة النطاق تبارك الله ما شاء الله كهير فيها يأتيها الآلة من الطلاب قرآن محضرة القرآن تحت ظن الآن حوالي الألف ومحضرة العلوم الشرعية تحت ظن كهير من الطلاب الله الحمد صدر عليه الحمد الله كهير وجازا كهيرا من الشر مع ما يمفقه عليهم مع أن محضرته جميعها متبرع بما يستزمه الطلاب لا ينفق الطالب على نفسه شيئا يأتي الطالب فقط ويمكث ما شاء حتى يتصدر ويذهب ولا يسأله أحد شيئا ولا ينفق عليه أهله شيئا حتى أن وصولهم إلى أهلهم يأخذه سيارات ويوصلهم إلى أهله جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا وجزاكم أنتم خيرا ولكن إنما يعرف الفضل من الناس ذوه وما عبر الإنسان عن حال فضله سيوا بأتباه الفضل في كل فضل الحمد الله وبشرنا هذا وإنما 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 يبشرنا فالحمد الله الدولتين بخير هذا يبشرنا عليه والحمد الله وما دام الشيخ المنتقى موجود نسأل الله له طول الحياة فهذا يبشرنا لأنه شخصية نادرة في العلم والعمل والوراء والإنفاق وتبارك الله ما شاء الله نحمد الله ونرجوه المزيد ونرجوه أن يطل عمر الشيخين ويبارك بهم ويوفقنا وإياكم ولا زال الشيخاني كما كان وكما كان أوائل والحمد لله شكرا مجدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن من تلميذ الشيخ قال لي محمد أحمود الواهب مسلم عليها الطوبة كاملة من خلالكم أنتم هذا هذا المجمع الإسلامي للشيخ الخديم ومن خلالكم مسلمين ومحيين الخليفة العام الشيخ المتقى والحمد لله وجدنا سرورا بما رأينا وكنا نحن نحن تلاميذ الشيخ نقول أن السرور زاركم بزيارة الشيخ لكم وتجسد ذلك لما رأينا من استقبال الخليفة العام لنا بالأمس وما رأينا من استقبال اليوم وما حدثتنا عنه عن هذا السرح العلمي وما سمعنا من القرآن الفصيح وما سمعنا من قصائد الشيخ وأطلب منكم أن تقتنم الفرصة قصائد الشيخ جزيلة جدا لكن الناس لا تسمعها كما يقولها الشيخ نسمعها كما يقولها هذا الطالب الذي يتكلم به الآن وهذا لا يؤدي المعنى عند اللسان العربي هذا تستفيدون أنتم منه الستنقال يستفيدون منه لكن تعم الفائدة إذا كان كما يقرأ القرآن بالفصيح عندما يسمعه شخص بالفصيح سينفجر لجماله وهذا مهم أطلب منكم أن تقوم به وهذا السرع علمي أطلب منكم أن تعطوا للشيخ فيه حصة يبعث لها تلاميذ موريتانيا لأن العلاقة علاقة ثقافية وعلاقة دينية يبعث لكم لكل كلية جماعة تكون معروفة في موريتانيا عن جماعة هذه الكلية وهذه الكلية تحص الموريتاني بإعلنها عندهم بها علاقة وإعلنهم عندهم ثقافتها ويقرؤون عنها ويتخرجون منها وهذا سيجرب لكم كثير المحبة الموريتانيا مع أنكم لا تحتاجون لها الموريتانيا كلهم يحبونكم ويقدرونكم ونحن جماعة موريتانيا نقول أن من قدر هو أهل الشيخ السيدية وأحبه الشيخ السيدية فهو محبوب عندنا عند الجميع الحمد لله لأن الشيخ السيدية كان هو أقوى أحد علاقة من الموريتانيين مع أهل الشيخ أحمد ومعه السنقال ومعه أهل أفريقيا عامة لأن النصارى لما أتوا إلى موريتانيا طلبوا من كل المشايخ أن يعطوهم حوزتهم وحددوا لهم حوزتهم فالشيخ السيدية حدد حوزته بجميع من يقول لا إله إلا الله ولذلك كانت أمور إفريقيا يرجعوا لها النصارى مع الشيخ السيدية لا غير من الموريتانيا لأن إفريقيا يدخلون دائرة الشيخ لأنه قال أن دائرته من يقول لا إله إلا الله كان أوسع منهم دائرة لله الحمد وجعلوا النصارى أمور المسلمين دائرة عليه جلبا ودفعا وتعظيما ووجهة وأحقن دماء أهل بلاده وأموالهم وأهل إفريقيا عن الفواتف الحروب التي لها نشرع فيها لضعف أليها عن مقاومة الدولة الفرنسوية كما وقع لغير أهل بلاده وبعد ذلك رجعوا جميعا على رأيه وتبين لهم أن مصلحة الدين والدنيا غير وحائدة عنه ولا يوجد بيت يقول واحد المؤلفين المتكلم عن الشخصدية بيت في هذا المغرب يقارب في عموم جلب المصارح ودرب المفاسد للمسلمين بيت أهل الشخصدية بيت أهل الشخصدية بيت عظيم كما أن بيت أهل الشيخ محمد دوبنبا في السنقال بيت عظيم وقيادة عظمى وكبرى وهذا السرح نتمنى له النجاح والتوفيق ونتمنى الخليفة طول العمر وحسن العمل ونتمنى لكم أنتم مساعدوه كذلك وبنجاحكم نجاح الشيخ بنجاحكم نجاح الشيخ وعملكم عمل الشيخ فأنتم كلكم محسوبون على الشيخ ونتمنى لكم التوفيق والمثابرة والجد والزيادة في العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقيد بحروف شعبان شهد لي شعبان أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن علي من الله فيه بالكتاب شهد لي شعبان أني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن علي من الله فيه بالكتاب وبسواه وحماني عن عتاب بررته بنيتي والنية تفوق أعمالا ترازكية بررته بنيتي والنية تفوق أعمالا ترازكية أعطيت في شعبان ربي كليا بلا تنازع وجم قليا نويت إزهار شكور بعلوم مبارك أجرا ونفعا بالعليم مقيل به اللهم أصلحنا وأصلح بنا ووفقنا ووفق بنا واهدنا واهد بنا وأصلح يات بيننا وأله بين قلوبنا واجمع كلمتنا على ما أرضيك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أذنت على نفسك اللهم أصلح هذا البلد اللهم أصلح هذا البلد وطوباء اللهم أصلح أهله اللهم ووفقه لما تحبه والشباء اللهم جازهم خير الجزاء اللهم أصلح الخليفة العام الملتقى وأطل عمره اللهم أعطهم الخير اللهم إنا نسألك لهاتين الأسرتين أسرة أهل الشيخ السيدية وأسرة أهل الشيخ الخديم وأسرة أهل الشيخ الخديم خيري الدنيا والآخرة اللهم اجعلها عليهم فوق ما كان فيه السلفهم الصالح اللهم أحفظهم بحفظك اللهم أحفظ هاتين الأسرتين بحفظك اللهم أحفظ جميع من يتولاهم ومن يحبهم ومن يواليهم اللهم أحفظ جميع من يحبهم ومن يتولاهما ويواليهم اللهم أحفظ السنغاء اللهم أحفظ موريتانيا اللهم أحفظ بلدينا موريتانيا والسنغاء اللهم أحفظ هما من الفتن ما وهرمها وما بطل اللهم احفوهما من كل شر اللهم احفو جميع بلاد المسلمين اللهم احفو جميع بلاد المسلمين اللهم احفو جميع بلاد المسلمين اللهم لا تبلغ للكافرين غاية اللهم لا ترفع لهم راية اللهم اعز دينك واعز رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اعز دينك اللهم اعز دينك اللهم أعز دينك اللهم إنا نسألك القرآن ونسألك ثمرة القرآن ونسألك تشخير معنى القرآن ونسألك النفع به ونسألك إقراءه كما تحب ونسألك تلاوته كما تحب اللهم ارزقنا علوم الشرق اللهم ارزقنا علوم الشرق ربنا هبلنا من أزواجنا ويدجاتنا قرة أعين واشعلنا لمتقين إماما اللهم أصلح لهذا المجمع الساتذة والتلامين اللهم أصلح كلهم اللهم تولهم اللهم أصلح الشيخ المحتضى بوصو اللهم أعزه اللهم تول جميع هؤلاء السكان الذين مع الشيخ والذين هم في هذا البلد المبارك اللهم أصلح كل من كان في بلدينا اللهم أصلح كل من كان في دولتنا اللهم إن عندك الخير ونحن نسأله لك سبحانه ربك رب العزة عما سهو والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صلق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حشيدة لنبك أحمد يعص فيها على طلب العلم والخناعة قال الطلبة من الكامل كن كاتما للدر والبوشاتنا خسدا وتعل الجيلاء يا متعلم لا تكسر السكوى فكن متجلدا حتى تظن الناس أنك منهم فالخلم لا يختار لمن يخصى طول بَلْ رَبُّنَا حَبْدًا سَبُورًا يُكِمْا دَاوِنْ عَلَى دَرْسِ الْعُلُومِ مُطَالِعًا يَا وَيْهَ تِمْسِنْ لِلْطَوَارِيَةَ جَمْجَوْا لا تَسْتَغِلْ بِالْرِزْقِ اِذْ رَبُّ الْوَرَى مُتَكَفِّلِ الرِّزْقُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ رِزْقَ الَّذِي يَتَعَلَّمُ وَخْشَ الْإِلَٰهَ لِدِينِهِ مُتَحَافِزًا اِذْ لَا يَنَا لُلْحِ الْمَعَاسِ مُجْرِمُ مَا اِذْ كَوَاحِبَ وَالْغَوَانِيَ وَاحْتَذِرْ اِنْ تَدْنُ مِنْهَا مِعْوَدًا لَا تُبْلُمْ لا تَسْتَرِ الدُّنْيَا يَقْرَهَا كَهَا يَقْرَهَا لا تَسْتَرِ الدُّنْيَا بِأُخْرَى يَا خَدَهَا مَنْبَعَ نُورًا بِالْتُجَاحِ سَيَنْدًا